اشتركوا في القناة موضوع درسنا لهذا اليوم في الوحدة الثانية الصنف اللغوي أنواع الجمع أهداف درسنا لهذا اليوم هو أن يتعرف الطالب على أنواع الجمع الثلاثة وأن يصنف الطالب الجموع إلى أنواعها الثلاثة أقرأ الفقرة التالية وألاحظ الكلمات الملونة سنقرأ الآن يا أبنائي فقرة ونشاهد الكلمات الملونة وبعدها نصنفها سويا إلى أي من أنواع الجموع الثلاثة الموجودة في الأسفل يؤدي تلوث المياه إلى نقص كميات المياه النقية والعذبة شاهدوا معي يا أبنائي هذه الكلمة التي باللون الأحمر كميات هل نصنفها من جمع المذكر السالم أم هي من جمع المؤنث السالم أم هي من جمع التكسير ما رأيكم هل هي مما ينتهي به الجمع المذكر السالم أو مما ينتهي به جمع المؤنث السالم نشاهد آخر الجمع هنا كميات أو هي من جمع التكسير نعم أحسنتم كميات إذن هي من جمع المؤنث السالم والدليل على ذلك أنها انتهت بماذا؟ بالألف والتع نعرف أن جمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتع نكمل يؤدي تلوث الماء إلى نقص كميات المياه النقية والعذبة التي يستخدمها الآدميون في الشرب والنظافة التي يستخدمها الآدميون في الشرب والنظافة الآدميون التي كتبت باللون الأحمر ما رأيكم من أي أنواع الجموع نصنفها؟ نشاهد بما انتهى بهذا الجمع بالواو والنون ما هو الجمع إذا تتذكرون الذي ينتهي بالواو والنون؟ هل هو جمع التكسير؟ أو جمع المذكر السالم؟ نعم في جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو الياو والنون إذن الآدميون من جمع المذكر السالم نكمل ومن أسباب تلوث الماء إلقاء المخلفات في الأنهار والبحار ومن أسباب تلوث الماء إلقاء المخلفات في الأنهار والبحار نشاهد كلمة البحار البحار هل هي مما ينتهي به المؤنث السالم في الألف والتا؟ أو مما ينتهي جمع المذكر السالم بالواو والنون أو الياو والنون؟ بالتأكيد لا انتهت بالألف والرا وهي من جمع التكسير الذي ليس له صورة واحدة جمع التكسير لا يلزم صورة واحدة فنقول البحار هو من جمع التكسير وتسبب المياه الملوثة أمراضاً كثيرة وخطيرة للإنسان لذا يكثر المصابون بالكوليرا والتفؤيد في المناطق الملوثة لدينا هنا كلمة باللون الأحمر ما هي؟ هي المصابون إذن كلمة المصابون أين نصنفها في هذا الجدول؟ ونشاهد هنا أنها انتهت بالواو والنون نعم أحسنتم في جمع المذكر السالم لأن جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو بالياو والنون فنصنفها في جمع المذكر السالم كما أن الحيوانات تتأثر سلباً بالتلوث وكذلك الأشجار والنبتات كما أن الحيوانات إذن الحيوانات نشاهدها هنا باللون الأحمر ونصنفها في الجدول على أنها جمع مؤنث سالم بالتأكيد لأنها انتهت بماذا؟ بالألف والتا إذن جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو بالياو والنون وجمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتا وأما جمع التكسير فهو لا يلزم صورة واحدة وإنما نعرفه أنه يختلف عن الجمع المؤنث السالم وعن جمع المذكر السالم لأنها جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون وجمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والتا أستخرج ما يطلب مني من بين الأقواس وأضع تحته خط تغطي النباتات سطح الجزيرتين تغطي النباتات سطح الجزيرتين نريد منك جمع مؤنث سالم ما رأيك أيها الطالب النجيب؟ تغطي النباتات سطح الجزيرتين أين جمع المؤنث السالم مما تعلمناه فيما سبق؟ وبما ينتهي جمع المؤنث السالم؟ نعم أحسنتم إذن تغطي النباتات انتهت بالألف والتا فهي جمع مؤنث سالم إذن النباتات جمع مؤنث سالم ووضعنا تحتها خط إذن نشاهد رقم اثنين يعيش النمر العربي في جبال السروات يعيش النمر العربي في جبال السروات أين جمع التكسير هنا؟ يعيش النمر العربي في جبال السروات جمع تكسير هنا أين هو في هذه الجملة؟ أين الجمع في هذه الجملة؟ والذي لا يكون نهايته ألف وتا وليس ونون أو ياء ونون؟ بالتأكيد جبال هنا هي جمع تكسير جبال هي جمع تكسير فنضع تحتها خط يجمع الصيادون طيور القماري في أكياس إذن أين جمع المذكر السالم؟ يطلب من هنا جمع المذكر السالم نبحث في الجملة أين جمع المذكر السالم هنا؟ وعرفنا فيما سبق أن جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون والياء والنون إذن ما هي الكلمة المناسبة التي تجعل هذا الجمع هو جمع مذكر سالم؟ إذن كلمة الصيادون هي جمع مذكر سالم لأنها انتهت بالواو والنون وأيضا قد ينتهي بالياء والنون فنقول الصيادين نشاهد رقم أربع تعيش الجراثيم في كل مكان تعيش الجراثيم في كل مكان أين جمع التكسير هنا؟ تعيش الجراثيم في كل مكان ما رأيكم بالجراثيم؟ هل هي جمع مناسب لأن تكون جمع تكسير؟ نعم هي جمع الجراثيم هي جمع ولم تنتهي بالواو والنون وأيضا لم تنتهي بالألف والتاء بما يخص جمع المؤنث السالم فإذن نقول الجراثيم هي جمع تكسير الجراثيم هي جمع تكسير نشاهد هذا التمرين أضعوا كل جمع مما يأتي في جملة مفيدة شاهدوا معي هذه الجموع الأشجار الحيوانات المصابون والصيادين إذن لدينا أربع جموع هنا الأشجار والحيوانات والمصابون والصيادين سنبدأ بالجمع الأول الأشجار ونضعه في جملة الأشجار نضعه في جملة ما رأيكم في جملة يكون فيها كلمة الأشجار حاول أن تضع الأشجار في جملة نعم قد أكون أضع مثل هذه الجملة أبلغت عن قاطع الأشجار أبلغت عن قاطع الأشجار إذن الأشجار في جملة الآن هنا وهي جمع ماذا ما هذا الجمع الأشجار جمع تكسير نعم الأشجار هو جمع تكسير نضع الحيوانات في جملة مما يأتي الحيوانات وهو جمع ماذا الحيوانات جمع مؤنث سالم والدلالة عليها الألف والت في آخره المؤنث السالم ينتهي بألف والت ونضعه الآن في جملة فنقول شربت الحيوانات من الينبوع شربت الحيوانات من الينبوع نضع المصابون والمصابون هو جمع ماذا هل هو جمع مؤنث سالم بالتأكيد لا لأن جمع المؤنث السالم ينتهي بالألف والت وليس جمع تكسير إذن هو جمع المذكر السالم وهو ينتهي بالوا والنون أو مثل الصيادين هنا بالياء والنون المصابون نضعها في جملة ما رأيكم في جملة يكون فيها المصابون نعم مثلا المصابون في حالة جيدة نضع الصيادين في جملة فنقول هربت الحيوانات من الصيادين هربت الحيوانات من الصيادين إذن الصيادين الآن هي في جملة وهي جمع جمع مذكر سالم لدينا الأشجار هنا جمع تكسير والحيوانات جمع مؤنف سالم لأنها انتهت بالألف والتاء والمصابون جمع مذكر سالم لأنه انتهى بالوا والنون والصيادين جمع مذكر سالم أيضا لأنه انتهى بالياء والنون ونعرف أن جمع المذكر السالم ينتهي بأحد هذين الحالتين أما الوا والنون أو اليا والنون نشاهد هذا التقويم أضع في المكان الخالي جمعا مناسبا مما يلي المزارعون العمال النفايات هذه الجموع سنضعها الآن في هذه الجمل يهتم فراغ بنظافة المصنع يهتم فراغ بنظافة المصنع من الذي يهتم بنظافة المصنع ما هو الجمع المناسب هل هم المزارعون أم العمال أم النفايات بالتأكيد هم العمال إذن نقول يهتم العمال بنظافة المصنع والعمال هو جمع تكسير العمال هو جمع تكسير وضعناه في هذه الجملة فنقول يهتم العمال بنظافة المصنع ينسق فراغ الحدائق ينسق فراغ الحدائق من الذي ينسق الحدائق؟ النفايات لا يمكن إذن المزارعون فنقول ينسق المزارعون الحدائق ينسق المزارعون الحدائق والمزارعون هو جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم يلقي الإنسان فراغ في البحر يلقي الإنسان فراغ في البحر إذن النفايات وهي الكلمة الأخيرة فنقول يلقي الإنسان النفايات في البحر وننوه أن هذا الفعل من أفعال الإنسان هي من الأفعال الخاطئة التي يفعلها الإنسان ويرمي بها النفايات في البحر فتلوث البيئة يلقي الإنسان النفايات في البحر النفايات هنا هي جمع ماذا؟ جمع مؤنث سالم لأنها انتهت بالألف والت تعلمنا في هذا اليوم يا أبنائي أنواع الجموع ما هي أنواع الجموع؟ النوع الأول جمع مذكر سالم والنوع الثاني هو جمع مؤنث سالم والنوع الثالث هو جمع التكسير إذن أنواع الجموع جمع مذكر سالم والنوع الثاني هو جمع مؤنث سالم والنوع الثالث من أنواع الجمع هو جمع التكسير وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم شكرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا